من حوالي أسبوع أو ست أيام بالكتير الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية أطلقت حملة للتوعية بمخاطر الإدمان دلوقتي إحنا هنروح نشوف قصة لحد من الشباب المتعافين من إدمان المخدرات وإزاي قدرنه يقاوم الإدمان ويتعافى وكنت عايزة أجرب ومفكر إن الفهلاوة والجدعانة وإن أنا أقول راجل إن أنا أشرب السجار وأشرب وامشي في طريق المخدرات يا عنف في التربية شوية خلاني بدأ تهرب طريقة التفكير الغلط إن أنا أشرب وقدرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فجأة لقيت حاجات بتختفي من البيت فجأة بقيت الحاجات دي بتتشال من قدامي الست بدأت أستخدم معا أساليب عنف إن أنا بطلب كل يوم منها فلوس زي ما أقول بالعافية أنا عايز فلوس دلوقتي وأساليب عنف غريبة أخويا بيجي من شغله شقيان مجرد ما بخش ياخد الدش ويكون أنا فتح محفظته واخد منها كل عزيز وغالي فيها وببدأ أجري عن مخدر هو حتى البخاخة اللي بشتغل بها للناس المقصة بتباع أنا لو ناقص كنت هبيع بلاط المحل كنت هبيعه ده كله تعطي تأثير أنا عايز أقوم الصبح كل يوم أخد جرعتي بكل بساطة كده أنا رجعت للحياة في خلال الثلاث سنين أقوى مما كنت علي في الأول الشخصية اللي نزلة من بطنهم حتى أقوى شخصية علي لقى نفسه فيها أنا النهاردة الحمد لله كده شغلي في أحد مراكز الصندوق وبساعد وبنقل رسالة أمل وده كله عن طريق الإرشادات اللي بكودها الدكاترة بتوعي والأخصائيين إزاي يتعامل مع المريض اللي كان زيك وإزاي نقل رسالة أمل عن طريق خبارات حياتية ومشاركات وبرامجة أنا بتعلمها وأدري رنقل للناس دي بوقفتي حتى كده إن أنا كنت فين وبقيت فين الحمد لله حابب بس أقضي رسالة كده رقم واحدة أنا حابب بقضي للشباب كلها بتاعة مصر ربنا يحميهم بس أنا بقول لك ما تجربش طريق المخدرات أنا كده جربتلك كل أنواع المخدرات ما تجربش المخدرات نهايتها ما تكونش غير في ثلاث حاجات السجن وصحات الجنود الموت حالياً وأقوى وشراسة المرض هي بتوصل لتربة بطل مخدرات حسن ما تبطل تعيش دايماً لما بشوف حاجة إيجابية بعد أفكر أقول طب لو دا ما حصلش كتتبقى نهايته عاملة إزاي يعني لو علي ما تعافاش من إدمان المخدرات توقعوا نهايته كتتكون عاملة إزاي طبعاً كلنا عارفين نهايته كتتكون عاملة إزاي بالنسبة لعلي علي يمكن حط إيدينا على حاجات مهمة جدا بداية دخوله إلى عالم المخدرات وبدأ بسجاير وبدأ يشرب مخدرات وبدأ يقول زي ما بعض الناس بيقولوا تفاريح في الأفراح الحاجات اللي دايماً بنسمع عن الناس دي كانت بدايته ووصل بيه الأمر لإيه؟ للإدمان طب الموضوع كانت بدايته قبل ما يدخل لعالم الإدمان كانت إيه؟ كانت التربية علي بيقول لنا أن التربية الغلط بتؤدي في النهاية إلى أن الطفل أو الشاب يوصل لهذه المرحلة اللي وصل لها علي بدأ من العشرينيات وشوف دلوقتي لكن الحمد لله بقى له ثلاث سنين راجل زي الفل ومتعافي وكمان بيساهم هو الآخر بدوره فما فيه شك أن الإدمان وإدمان المخدرات تحديداً ليه تأثير كبير جداً على صحة الشباب وليه تأثير كبير جداً على الشباب وزي ما شفنا من خلال هذا التقرير عايزين نتكلم عن حالة علي بشكل متخصص وعلمي وازي وصل لهذه المرحلة أنه يتعافى بهذا الشكل من الإدمان مع ضفتنا الدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان فيه الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير أهلاً بحضرتك أهلاً بيك إيه رأي حضرتك في كلام علي يعني زي ما حيكت فضلت وقلت تعالي بيقدم نموذج بنشوفه في شباب كتير جداً قصة أو حكاية بنشوفها الحمد لله بدأت تبقى متكررية يعني فكرة أنه يبقى حد عنده مشكلة أو مرض الإدمان يتعافى منه ويوصل لمرحلة الجملة الجميلة اللي هو قالها أنه يوصل لشخصية أفضل بكتير حتى من اللي كان عليها قبل ما يتعاطى مخدرات أقوى هو قال كلمة كمان أنا أنا شخصية اللي وقتي أقوى من زمان لأنه قدروا أن يتغلب على حاجة زي ده حقيقي لأنه جزء أساسي من علاج مرضى الإدمان أنه بيتم إعادة تأهلهم نفسياً وبيبقى فيه نوع من العلاج المعرفي والسلوكي بيساعدهم أنه كل عيوب الشخصية اللي كانت موجودة فيهم أو موجودة في شخصياتهم قبل التعاطي وقبل العلاج بتتحسن وبتتعالج وبتتحول لنقاط قوة فمرة في مرة بخبرات العلاج دي بفعلاً بيبقى المريض اللي عنده مشكلة إدمان لما بيخضع لبرنامج علاجي فعلاً متخصص بيساعده أنه يقدر يبقى أنا بقولها حتى للمرضى بتعنى كده تقدر تبقى أحسن حتى من أن يخدش مخدرات خالص لأنه يبقى عندك فرصة أنك تبقى بتعمل زي فرماطة كده للسوفتوير بتاع مخك ممكن أي حد فينا يبقى عنده عيوب شخصية مش كل الناس ممكن تقف وتبص وتشوف أنا العيب اللي عندي ده ممكن يبقى تضريني في إيه لما بتعرض لمشكلة الإدمان وبيخضع للعلاج بيبقى جزء أساسي من علاجه أنه يشتغل على العيوب دي ويحولها فعلاً مقاط قوة فبيوصل فعلاً لمرحلة أنه ممكن يبقى أقوى من الشخصية اللي قبل التعاطي بتاعته أو يمكن أحسن من الناس كتير ممكن تكون ناخدتش مخدرات طيب هو بيرجع أقوى لأنه المراحل اللي بيمر بيها في العلاج مراحل صعبة ومراحل شقة ده حقيق العلاج الحقيقي بيبقى مرحلة احنا دايماً بنقول إن الإدمان ده ما حصلش في يوم وليلة هو مرض مزمن وبياخد وقت عشان يتكون وزي ما قلت كده من شوية هو بيبقى أشبه به كأنه فيه صوفت وير فيه فيروس اتحمل على مخ المريض وده عشان يحصل بياخد وقت بالتالي الفيروس ده أو الصوفت وير اللي فيه مشكلة ده بيقدي الحاجة اسمها عتمدية نفسية على المادة المخدرة إيه فكرة العتمدية النفسية دي تغيير في كل السمات والصفات النفسية أو الوظائف النفسية بتاعت البنيات في التفكير في الشخصية في الاختيارات في التحكم في المفعلات في السلوك كل ده بيتغير بسبب المخدرات وبيبقى كله بيخدم على تعاطي المادة المخدرة لما بيجي يتعالج بنمر بمراحل أول مرحلة بتبقى علاج أعراض الانسحاب دي بتبقى مرحلة لعلاج الأعراض الجسدية بس ودي ما بتاخدش وقت أكتر من بكتير يمكن 15 يوم بعد كده بقى المرحلة التأهيل النفس اللي قلت لحضرتك عليها ودي بتبقى مراحل على مدار فترة علاجه كلها احنا طول الوقت بنستخدم حاجة اسمها تحفيز لأنه طبيعة البشر التغيير بيبقى صعبة عليهم شواء صحيح وبالتالي مريد الإدمان بيبقى طول الوقت محتاج ان احنا نحفزه وندي له أمل انك تقدر تتغير ويمكن نموذج زي علي والمتعافين كتير جدا بيبقى لهم دور معانا في الفرق العلاجية في كده انه بيقدمه نموذج اننا في وقت من الوقات كنت زيك كنت عندي نفس السمات كان عندي نفس المشاكل كنت فقد الامل يمكن حاسس اننا معهم طبعا لا يشجع اي حد مضمن انه هو يقلع عن هذه العادة بالضبط كده فبينقله نموذج حي بيشوفه بقدام عينيه بيتعافى ومتعافي فعلا فده بيسهل عليه انه يكتسب منه خبرة التعافي زائد انه بيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك مرحلة التأهيل النفسي دي مع التحفيز عندنا جزئية بنسميها تسقيف نفسي يعني بنبتدي نوعي المريض ايه مشكلتك ايه الاسباب اللي خليتك تاخد مخدرات تقدر تتغلب عليها ازاي يعني ايه علاج يعني ايه تعافي وعلى مدارفات التسقيف النفسي دي بتبقى يعني بتتغير الموضوعات على حسب المرحلة العلاجية للمريض موجود فيها هل اي طبيب نفسي ممكن يتعامل مع حلات الادمان؟ يعني طبعا العلاج الادمان ده عامل زي محتاج حرافية عالية شوية لانه هو علاج الادمان او يعني تعتبر تخصص من تخصصات الطب النفسي فيه في الكتب غير ممارسته مع المرضى يعني بيبقى محتاج مهارات تقنية وتقنيات علاجية متطورة ويمكن احنا يعني عندنا في الامان العامل الصحة النفسية بنسعى طول الوقت للموضوع ده ان احنا نرفع من قدرات الفئات المختلفة اطباء واخصائين عشان يبقوا متخصصين في علاج الادمان وبنسعى دايما البرامج العلاجية بنقدمها تبقى متخصصة في الجزئية دي ده عظيم بتقدموا ايه تاني طيب في الامان العامل الصحة النفسية هل عندكم مثلا دور طبعوي اه طبعا احنا الخطة يعني بنستخدامها علشان نواجه مشكلة المخدرات والاتمان تعتمد على اكتر من محور الوقاية والتوعية الخدمات العلاجية يمكن احب قبلز الجزء بتاع الوقاية والتوعية لان هو حاجة مهمة جدا بيرد على الجزئية اللي حيك قلتها بتاعة التربية والتعامل الخطأ مع الابناء اللي ممكن تبقى سبب في الاتمان عندنا في المجال ده حقيقة حملات كتيرة جدا الحمد لله نجحة وجايبة تأثير كويس جدا بس يمكن احب ابرز اوي فيها حملة اسمها تقدر من غيرها دي حملة مخصصة لفئة المراهقين بننزل فيها المدارس الاعدادي وبنمارس معهم انشطة طوعوية في صورة جزابة للسن ده ويمكن اخر معسكر كنا عاملينه في الاسماعيلية المجموعة من الشباب المراهقين في السن ده والنتاج بتاعته بتبقى حلوة جدا وبنحاول انه من خلال الانشطة دي نوصل للمراهق انه فكرة انه ما ياخدش مخدرات وفكرة انه يقدر يتعامل مع اي مشكلة بتواجهه في السن ده بطريقة صحة وبطريقة نكحة من غير ما يلجأ للمخدرات يعني انت تقدر تتعامل في حياتك من غير ما تاخد المدارة المخدرة في حملات تانية كمان زي حملة عيد من غيرها دي احنا بنستهدف بيها يعني حيك برضو في المقدمة قلت جزئية بتاعت التعاطي الترويحي او تعاطي التفاريح معروف طبعا في الاعياد والوقفة بتاعة العيد في المناسبات في الافراح وده الحقيقة بيبقى خطوة اساسية للإدمان يعني اللي بيستمر في التعاطي كل مناسبة بالشك ده بيبقى مرحلة من مراحل الإدمان فاحنا في الحملة دي الحقيقة بنستهدف تلات فئات اولا فئات المجتمع عامة بنوعيهم بخطورة التعاطي الترويحي ده ثانيا المتعافين للإدمان زي علي وغيره لانه ممكن في بداية علاجهم بالذات بيبقى عندنا حاجة اسمها ارتباط شرطي في المناسبات دي بيبقى مش متعود ان يحتفل او يتبسط من غير مخدرات فاحنا بنقدر بنقوله لا انت تقدر تعيد من غير المادة دي ازاي تقضي وقتك وازاي تتبسط وتحتفل بالمناسبة من غير ما تاخد مخدرات والفئة التالتة ده معناه الاول قبل الفئة التالتة ده معناه انتوا بيتبعوهم بعد ما اه طبعا اه بعد مرحلة التأهيل في مرحلة بنسميها الافتر كير او البرنامج اللي متخصص فيها برنامج الرعاية النهارية ده بيبقى زي مرحلة انتقالية ما بين وجود وداخل البرنامج العلاجي لو كان محجوز وما بين انه بيقدر يمارس حياته ويبقى بيشتغل وبيعيش حياته بشكل طبيعي برا المرحلة دي بتبقى بالتدريج بيبتدي انه بيتابع معنا ممكن يوميا بييجي بيشارك بتعامل جلسات فردية جلسات علاج جامعي بيبقى فيه ارشاد اثري بنعمل اجتماعات للأهالي مرة كل شهر او مرة كل اسبوعين على حسب المرحلة اللي المريض موجود فيها بنعمل نرفع وعيهم بنقول لهم دورهم ايه مع المريض في كل مرحلة مراحل علاج مع الوقت بيبتدي الفترات المتابعة بتاعته تبقى الفريكونس بتاعها او التردد بتاعه بيبقى أقل شوية كأننا ايه شوية شوية كده بنأهله انه يقدر يبقى مندمج في المجتمع بشكل كامل فبدل ما بيبقى بيجي كل يوم ممكن يجي يومين او ثلاثة بنفس الخدمات وبنفس الجلسات العلاجية اللي هو بيخضع لها طيب ده عظيم جدا من واقع بقى خبرتك وتعاملكم مع مثل هذه الحالات هل كل الأسباب اللي بتؤدي بالشباب إلى الإدمان بيكون وراها الأهل أو العنف الأسري؟ يعني الحقيقة احنا بنقول الإدمان ده multifactorial disease يعني مرض متعدد الأسباب وأشهر وصف للأسباب بتاعت الإدمان أن هي حاجة بايو سايكو سوشي يعني فيه جزء بيولوجي فيه جزء سايكولوجيكل فيه جزء سوشيال فيه جزء نفسي وجزء اجتماعي الجزء البيولوجي ده يعني يمكن زي ما حيك قلت ويمكن زي ما لاحزنا ممكن نلاحظة أنه غالبا أكتر فترة عمرية هي اللي بيحصل فيها بداية الإدمان فترة المراحقة طبيعة المرحلة العمرية دي لها سمات معينة يعني أنا دايما بحب أشبهها بأن هي عاملة زي العربية اللي لها مطور قوي جدا لكن الفرامل بتاعته مش موجودة فترة المراحقة كده بيبحث عن المتعة بيبحث عن المغامرة بيبحث عن يسبت نفسه بيبحث عن يبقى ظاهر قدام يعمل تصرفات غير محسوبة مش محسوبة لأنه ما فيش كنترول يعني الجزء من المخ المسؤول على التحكم في الانتفاعلات وفي المشاعر وفي رؤيته النفس والكل ده ما بيبقاش لسه حصل له نفس التطور زي الجزء المسؤول بيحث عن المتعة فده الجزء البيولوجي الجزء السايكولوجيكا لو جزء النفسي إنه معظم الشباب في الوقت ده بيستخدموا حاجة اسمها تداوي ذاتي يعني ممكن هو يبتدي حياته إنه شخصية منطوية شوية وعنده خجل اجتماعي ما بيقدرش يتواصل ما بيقدرش يتعامل مع صحابه ما عن دور صحاب كتير هنا بقى ييجي حاجة اسمها دور حاجة اسمها ضغط الأقران يبتدي يشوف إنه لما فلان ده بياخد المادة دي أو لما فلان عرض علي أخد المادة دي بيقول إن أنا أقدر أبقى جريء وأتكلم وواواوا فبتدي أعمل تداوي ذاتي أو بداوي نفسي بنفسي وفي نفس الوقت بخضع لضغط الأقران وده برضو بيرجع لغياب دور الأهل في الموضوع ده لأنهم المفروض لما شافوا ابنهم بهذه الحالة بأنه منطوي ومنعزل ومش عايز يتواصل مع الناس ومش قادر وما بيتكلمش فبالتالي أنا دوري كواليه أمر إن أنا أوجهه توجيه السليم ما سيبهوش لحد يقعد يفكر ويزن على دماغه فياخده للطريق الغلط بالضبط هنا بقى في الجزء السوشيال أو الاجتماعي إنه بيبقى جزء أساسي من التعامل مع الإدمان والوقاية أو الحماية أبنائنا من إنهما يقعوا في مشكلة الإدمان جزء التوعية بتاعت الأسر وده الحقيقة بيبقى له دور قوي جدا من ضمن البرامج اللي إحنا بنستخدمها حاجات بنستهدف بها الأسر التحديدة أو مهارات الأبوة إزاي أقدر أتعامل مع ابني في المرحلة المراهقة دي إزاي أقدر أنمي قدرته الذاتية وكفاقته في التعامل مع المشاكل وفي التعامل جميل جدا بقى داي خلينا أسأل حضرتك لو جالك حالة لشاب مدمن لكن كان سبب هذا الإدمان إنه عنده اضطرابات سلوكية إزاي بتتعامله معي؟ في كل الأحوال أي حالة بتيجي تطلب العلاج الأول بيبقى فيه مرحلة للتقييم بنعمل زي بروفايل كده للمريض يا ترى إيه الأسباب إيه المشاكل بتاعته؟ كتير جدا بنلاحظ إنه ممكن يبقى فيه حاجة اسمها قمر بديتي أو تشخيص مزدوج هو عنده مشكلة الإدمان أو مرض الإدمان وعنده معي كمان يعني سمات أو مشاكل اضطرابات في الشخصية أو اضطرابات سلوكية زي ما حاجة بتقول هنا بعد التقييم ده بيبتدي يتحط خطة مبدئية بنخضع الأول في معظم الأحيان ممكن نلجأ للعلاج الدوائي على حسب نوع الاضطراب اللي موجود مع الإدمان بعد ما بيخلص مرحلة العلاج الدوائي بيبقى فيه خطة علاج معرفي وسلوكي كاملة للمريض بحيث إنه الجزء النفسي أو الشق البيولوجي ده بيتعالج بالدواء والجزء اللي يجاي علاقة بالمهارات والسلوكيات بيتعالج بالجلسات النفسية نحن نشكر حاجة طبعا شكرا جزيلا شرفتنا ونورتينا الدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان شكرا جزيلا لي كيفا شكرا لحاجة مشاهدين هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقراتنا